كل شيء كان بيعمل يسوع وكان بيتحرك من أجله كان بيتحرك من أجل هذه الساعة فالمسيح في بشارة يحن ذكر عدة مرات الساعة مثلا في عرص قانا الجليل قال لم تأتي ساعة بعد أو لم يلقوا القبض عليه لأنه لم تأتي ساعة بعد ولكن عندما جاء قال قد أتت الساعة وعندما وصل البستان جات سيماني قال قد أتت الساعة وقال للذين جاءوا لكي يقبضوا عليه هو ذا ساعتكم كان يسوع المسيح مع التلميذ على جبل صهيون في العلية وكان بيتناول العشاء الأخير عشاء الفصح ومن العشاء ابتدى طبعا يعطي مفهوم جديد للعهد الجديد والفريضة المسيحية الخبز والكاس وبعد ما سبحوا الرب خرجوا من العلية وشيء طبيعي لما بينزلوا في محاذاة الهيكل فبشوفوا أبنية الهيكل بينزلوا من الطريق الروماني القديم اكتشفوه ومازال حتى يومنا هذا شيء طبيعي بينزل إلى أسفل الوادي ويمشي في وادي قدرون إلى أسفل سفح جبل الزيتون في بستان وهذا البستان اسمه بستان جات سيماني هو اسم عبري قات شمينيم لأنه اكتشفه في المنطقة معصرة زيت يعني بستان معصرة الزيت وفوق هذا المكان بنوا كنيسة جميلة جدا ولكن عندما تدخل المنظر يوحي إلى الحزن ويقول التقليد أن الصخرة اللي صلى عليها يسوع ونزل عرق وققطرات دم موجودة داخل هذا المكان اليوم آلاف السواحي بتيجي حتى تشوف بستان جات سيماني كيف ولا بستان جميل جدا فيه أشجار الزيتون البعض منها يتراوح عمر الشجرة من ألفين سنة أو أكثر فشجر الزيتون لا يموت لأنه مكتوب ويخرج جذع من قضيب يسا يعني القشرة الخارجية بتموت بيبتدي يطلع الطلق الجديد اللي هو بيوحي إلى الحياة فجاء إلى بستان جات سيماني وهو يعلم الساعة وهو مدرك وفاهم كل ما سيحدث وكل ما سيمر به لأنه بالحقيقة جاء إلى أور شليم القدس لكي يموت على الصليب ولكي يكفر عن خطيانا ولكي يقوم من بين الأموات طبعا ماشيين في الطريق وإلى الآن التلاميذ ما عندهم الإدراك الكامل لما سيحدث في بستان جات سيماني طبعا كانت ساعات الليل متأخرة ولكن بستان جات سيماني بذكرنا في بستان قديم بستان جنة عدن في جنة عدن آدم الأول أخطأ وعصى ربه والرب اطرده ولكن الرب صنع أقمصة من جلد وكان في وعد مسيان أنه مستقبلا سيأتي المسيح ليصحق رأس الشيطان في هذا البستان أحبائي يسوع انتصر على التجربة وانتصر على كل شيء لأنه من خلال هذا البستان صار إلنا النصرة من خلال يسوع المسيح آدم الثاني أو آدم الأخير جاء يسوع في هذا الوقت من الليل في الربيع في أيام الفصح قبل ما يقدموا الذبائح تاني يوم البدر كامل وجاء ليصلي في هذا البستان وكانت صلاة يسوع المسيح يا أبتاه إن أمكن فلتجز عني هذه الكأس أو فلتعبر عني هذه الكأس ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك في الحقيقة في آخر ساعات المسيح بيقضيها مع التلاميذ اللي كانوا نيام حتى بطرس يحن ويعقوب الأقرب برده كمان كانوا نايمين ولكن أراد أن يقضي هذا الوقت مع الآب السماوي في الصلاة في ساعاته الأخيرة ابقوا معي حتى أواصل حديثي بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر